مساء الخير لكل السيدة المشاهدين مساء الخير لمتابعي برنامج الناس والبرلمان البرنامج اللي قلنا من اول ما ابتدينا نتكلم انه هيتكلم عن مشاكل الناس وهمومها داخل دائرتها وعلاقتهم بعضاء مجلس النواب وعضاء مجلس الشيوخ اللي تم اختيارهم او تم تعيينهم من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا هنا قلنا مش هننتقد بس احنا كمان هنقولي الايجابيات بس طبعا الدورة لسه ما ابتديتش ما تمش الانعقاد فاحنا دلوقتي في مرحلة التأكيد على الوفاء بالعهد ما تم هو عهد وبعض الوعود بعض الوعود من الاعضاء ومن غير الاعضاء وعود لازم يبقى ليها وفاء بالعهد والنهاردة موضوع حلقتنا الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مش مقصود بيه انت خبات مجلس الشعب ومجلس الشورى بس وفاء بالعهد ده في حياتنا في كل حياتنا لما توعد حد وتتفق معاه وتقرأ معاه فتحة يبقى لازم توفي تعرفش ده كبير عند ربنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولة تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كده الكلام مفيش اسهل منه نقدر نقول كلام علشان نكسب كسبت كرسي في مجلس الشعب كسبت فلوس كسبت شغل كسبت جريدة كسبت اي مصلحة واي ورق اكسب لما ربنا سبحانه وتعالى عنده كتير جدا عنده كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى عنده الحساب والعقاب عنده السواب والعقاب عنده المكافأة مش كل واحد يقول كلام وما يقدرش ينفزه يفتكر انه سبحانه وتعالى هيسيبه لا والناس اللي بتدور على انها تاخد حقوقها بيديها دول احنا كلنا بنشجبهم لما تسيب حقك عند المولى عند اللي خلقك سبحانه وتعالى اكيد هتكسب اكتر دي نصيحة مني مقدم البرنامج دكتور محمد عبد الرحمن اخوكم اي حساب للمولى سبحانه وتعالى اكبر انما ما داع حق وراءه مطالب ده كده ويمكن حصل كده عندنا في الدايرة فيه ناس ظنت انه لها حقوق او فيه ناس لها حقوق وراحوا وتوجهوا ولكن القضاء حولوا لمحكمة النقطة احنا لا نعترض عن احكام القضاء نهائيا واحنا بنقول ان احنا لازم نلتزم باحكام القضاء ولازم نلتزم بمؤسسات الدولة عشان ما ينفعش ندخل ندخل عنصر فاسد بيننا فيه ناس نفسها قوي تدور على الاخطاء وتبتدي تلعب على الموضوع ده علشان تطلع فساد عندنا او فيه مشكلة عندنا نفسهم قوي يفرحوا فينا واشماتوا فينا احنا ما نديش الفرصة دي الاعداد ما نديش نهائي نقف مع دولتنا ونقف مع مؤسساتها حتى لو فيه اخطاء نقف ومن هنا احنا بنناشد كل مسؤول قاعد على اي كرسي في اي مكان والله لو قاعد على كرسي في منطقة عشوائي لو قاعد في اي مكان خلي بالك من الناس وخلي بالك ان رب الناس شاهد عليك وفيت بالعهد تفقت مع حد وقريت فتحة معاه او مضيت عقد ان انت موجود وشغال في المكان ده ومسؤول عنه التزم بيه التزم بيه ولو بالكلمة والكلمة اهم من اي عقد يكفي ان ربنا خلاك مسؤول مسؤولية كاملة عن هؤلاء الاشخاص الاشخاص اللي ربنا اللي ربنا اداك مسؤوليتهم زي ما قلته ولا تنقضوا ولا تنقضوا العهود واقفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولة واذكركم واذكر نفسي بحكاية وقصة من عهد سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق عندما جاء له ثلاثة اشخاص تلاتة تلات شباب ممسكين بشاب رابع وبيقولوا سيدنا عمر قيم عليه الحد فلقد قتل ابانا شوف اتل ابوهم في بعد كده اتل ابوهم وجايبينه للخليفة امير المؤمنين علشان يقتص منه سيدنا عمر يأمر بالقصاص ولكن يجي الشاب اللي المفروض هيتم اعدامه دلوقتي يهم ايلي سيدنا عمر ايه امهلني يا عمر يا امير المؤمنين ثلاثة ايام فان لي زوجة واولاد اخشى عليهم ولي مالة اريد ان اذهب فاخذ هذا المال لاولادي وزوجتي ثم اعودوا اليك اللي تقتص مني يعني هيحصلهم مشاكل وهيتعذبوا وهيتبهدلوا من بعد يهم سيدنا عمر يعمل ايه مفيش قصاص الرسول عليه الصلاة والسلام لما جات له لما شريفة من بني المغذوم شريفة من اشراف قريش من اشراف مكة كانت سرقت وجاءت له بيحبي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابنه بالتبني او كان كان يعد ذلك قد تبنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا وهو زيد ابن حارسة فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه وقال له اتشفع في حد يا زيد اتشفع في حد من حدود الله وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد انسرقت لقاطع محمد يدها ده الرسول الصلاة والسلام اللي بيقول فما بالك بسيدنا عمر هيضرش يشفع في حد ومش حد قاطعيد ده حد القتل ولكن لما لقى ان في اسرة هتتشرد قال من يضمنك مين ضامن ليك مين لما اغزل لما انت هتروح وما ترجعش مين انا اقتله مين اقتص منه بدالك لازم حد يضمنك تخيل حد القتل واعدام حد قتل يوم جاي يطلع سيدنا الرسول يبص في كل وشوشو الصحابة اللي حاوليه سيدنا عمر يبص في كل وشوشو الصحابة اللي موجودين هل من ضامن فيقوم ابي زرن الغفاري رضي الله عنه وارضاه ويقول انا لها يا عمر انا لها يا امير المؤمنين هتضمنوا ايوه هضمنوا هتضمنوا في حد القتل ايوه هضمنوا ويضمنوا ونعد نستنى الثلاثة ايام علشان يرجع كل قعد الان سيدنا ابي زرن الغفاري هيتعدم بداله يوم يرجع الشاب يقول له انا رجعت وسبت الفلوس لاولادي يوم هنا يوم هنا سيدنا عمر يبتسم ويبص له يقول له ايه اللي رجعك انت جاي تتعدم انت دلوقتي تقدر تمشي سيدنا ابي زر يوم ايه له كلمة تزلزل ارجاء المدينة يقول له ايه قشيته ان يقول ضاع الوفاء بالعهد بين الناس ده جاي تعدم قشيته ان يقول ضاع الوفاء بالعهد بين الناس يوم بصص سيدنا ابي زر ويقول له انت ليه ضمنتو وانت متعرفوش ومش ضمن انه يرجع لك تاني قال له ايه قال له خشيته ان تقول ان يضيع انه ضاع الخير بين الناس ضاع الخير بين الناس ومن هنا كان ان يقتص منه ويقتل هذا الشاب فقال السلاسة شباب اللي لهم حق لهم اولاد الرجل اللي اتأتل لقد عفونا عنه خشي وسألوه سألهم سيدنا عمر عفوت عنه ليه المهم خشينا ان يقول ضاع العفو بين الناس يبقى الاساس ان انت وفيد بعهدك فربنا خلك تروح لولادك خلك تروح لأهلك ادتهم فلوسهم وقفت معاهم ربنا كمان خلك يتم العفو عنك من جريمة كبيرة زي كده سبحان الله يعني حاجة بسيطة وفيد بعهدك وكلمتك مع الناس ربنا سبحانه وتعالى كفأك مكفأة كبيرة جدا ومن هنا ومن هنا احنا بنتكلم وبنقول الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد انت وانت بتمر على دايرتك واهل دايرتك بتقول واحد اتنين ثلاثة انا نفسي وانا بمر على الاهل دايرتي قلت لهم سواء كذبان او خسران انا معاكم واول زيارة ليه هتكون الجمعة القادمة في مسجد كفر عمر وردوان هبقى موجود غالبا من الممكن ان اقوم بخطبة الجمعة القادمة في هذا المسجد انا دلوقتي بقول لكم وبقول لكل واحد اد عهد في شغله في بيته في شاركته في عمله في اي مكان راجع نفسك ورجع كلامك ورجع وعدك وعهدك كلام سهل ان انت تقدر تلغيه خصوصا لما يكونش معاك ورق كل واحد له حقوق وممكن ما يكونش ليه ورق انما الكلمة والفتحة مع المولى عز وجل تحسبها كبير جدا 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 وهرجع لكم اكيد لو في فاصل هرجع لكم بعض الفاصل لان عندنا كلام مهم جدا خاص بالوفاء بالعهد الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد من اساسيات التعامل من اساسيات المعاملة المعاملة الانسانية قبل ما تكون معاملة اسلامية او دينية الوفاء بالعهد موجود في كل دين وكل ديانة لا يقتصر فقط على الدين الاسلامي بل المسيحي بل وايضا اليهودي الغير محرف الدين الدين بتاعنا الدين الاسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي يخرج من مشكات واحدة الا وهي من عند المولى عز وجل سنعود لكم بعض الفاصل اموذيا شركك للنجاح هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم الماء في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المسل بيقول اد لقش لخباسه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ومسايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعمل بتوعك اميزديا شركك للنجاح هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله اكيد لا ده حتى المسل بيقول ادلاش لخباسه يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وهنا شركة اميزديا اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويبسايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وحنا هلوصلك بلعم الابتوعك ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل رجعنا لكم زي ما انتم كنتم مستنييني انا كمان كنتم منتظركم كلمنا النهاردة عن الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد هيرتبط ارتباط كل في الفترة الجاية بعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ لان كل عضو ادى وعود لاهل دايرته ومن هنا احنا بنتكلم وبنتعامل مع كل عضو مجلس شعب وعضو مجلس الشيوخ انه يحاول ينفذ كل الوعود كل وعد التزم به كل وعد قاله يحاول ينفذه يحاول على قدر الامكان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفه نفسا الا وسعها اهم حاجة تقول الكلمة اللي تقدر تنفذها انا وعدت الناس ان انا ابتدي ازورهم وقلت لهم سبوني شهر بعد الانتخابات لكن الانتخابات تقريبا لسه مسكة فينا مش رضيات سبنا لوفاة المغفور له المرحوم الدكتور جمال حجاج احد السلاسة الفائزين بعضوية مجلس النواب عشرين عشرين الله يرحمه ويغفر له واحنا من هنا بنوجه التعازي اسرة البرنامج واسرة قناة الصحة والجمال واسرة مدينة الانتاج العالمي كلها لوفاة المرحوم الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب الذي توفاه المولى عد وجل وكان شهيدا للمرض وللمرض اللعين الكورونا وايضا حصلت مجموعة من الظروف والاحداث كانت منها صعود فريقين لكرة القدم النادي الاهلي والنادي الزمالك ومن هنا بوجه تحية لفريقي وحبيبي والفريق الذي اعشقه وهو النادي الاهلي لفوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا وصعوده لكأس العالم الاندية ومن هنا ايضا اوجه تحية لنادي الزمالك واوجه تحية لكل لكل من مؤمن ذاكرية وشكبالا والمشاكل اللي بتحصل يا جماعة مش وقته احنا مش وقته احنا نقف مع الدولة في كل مجال وفي كل مناحي الحياة لازم نقف معاها ما نتصنعش اخطاء ما نعملش مشاكل ما نتصنعش اخطاء واي مشكلة بتحصل لازم نحاول نحلها بنا بدون ما نخرج برا وانا من هنا بأكد تاني على الوفاء بالعهد وبرنامج الناس والبرلمان هيفضل معاكم وهيتابعكم وهيتابع مجلس النواب اول ما يبتدي انعاقد وهنشتغل وهننزل نتصور مع الناس وباذن الله هنحللكم مشاكلكم وهنوقف معاكم مع برنامج الناس والبرلمان مع محمد عبد الرحمن شكرا لكم